التحفيز والمساندة في النجاح مهم جدا الأستاذ والشيخ شيخنا الشيخ علي المزرور الله يذكر بالخير كان إمام مسجدنا في مدينة الجبيرة الصناعية في يوم من الأيام في ذاك اليوم المبارك كان يقال يا أبو عبد الله ترى في دورة تدريبية كان ذيك الأيام بداية دورة البرمجة اللغة العصبية فقال في دورة لو تحضرها ترى هم ممتازة وبتفيدك وأنا بحضرها يقول قلت والله يا أبو المنذر أنا وضع المادي ما يسمح لي أني الآن أدخلها لأنها مفاجأة جاءت ما حسب الواحدة حسبها فما أستطيع أني أحضرها قال أحضرها يا رجالي بعينك الله قلت ما أستطيع قال أبو أسلفك وناتشار عطنيها قلت كانك بتسلفني يخلف أبو حتى أخر شار أعطيك يا بيذنين وفعلا بيض الله وجهه أعطاني المبلغ أذكر ذاك اليوم أظنه بألف ومئتين ريال ورحنا وحضرنا الدورة والحقيقة كانت دورة نقلة نوعية بالنسبة لي في تغيير مسار الحياة والتوجه لي الإيجابية وتطوير الذات وتطوير الآخرين ثم طلعا بدأت في شق الطريق في مجال التدريب وفي المجال الإداري وغيره ونقل الخبرات للآخرين فالفضل لله أولا وآخرا ثم لأخي أبو المنذر في هذا الطريق اللي بدأت فيه من تقريبا عام 21 1421 هجرية وبعدها بدأ الإنسان في تطوير ذاته وتطوير نفسه في الانتقال في المراحل المتقدمة من التطوير ورفع القدرات المهارية والذهنية والمعلوماتية فمهم جداً الإنسان يجد من يساندها أحياناً ويدعمه فأسأل الله جل وعلا أن يوفقه وندعو له بظهر الغيب والبرامج الإثرائية التي تطوره الإنسان ترفع من قدراته ترفع من إمكانياته تعطيه زخم إيجابي للمستقبل وأن يكون مؤثر ونافع فأن تكون فاعلاً خيراً لك من أن تكون مجروراً أو مفعولاً به صح التعبير والفاعل المؤثر في من حوله مؤثر في بيئته المؤثر في سواء المجتمع الصغير اللي هو مجتمع الأسرة أو المجتمع الكبير اللي هو مجتمع الحي أو البلد أو حتى مجتمع المسلم فلابد الإنسان أن يكون مؤثر ويتحمل المسؤولية ويكون إيجابي ولا يبخل على الآخرين بنقل خبراته والاستفادة منهم ولا تحتقر أي خبرة عندك فالخبرات الموجودة عندك قد لا توجد عند غيرك فيستفيد منها وينتقل في مراحل متقدمة وبل أنه كما قال نبي صلى الله عليه وسلم ربما مبلغ أوعى من سامع ربما أن تسمع معلومة ويتوصلها لغيرك فيتأثر بها فيتفاعل معها أكثر من تفاعلك فينفع الله به فلا تبخل أبداً على نفسك بأن تنقل خبراتك وما لديك للآخرين ليستفيدوا منها في حياتهم وأعمالهم ومجالاتهم ليحققوا نجاحاً ويخدموا أمتهم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر